نحن في حاجة ماسة إلى الأموال التي تم قطع وعود بتقديمها الناس يموتون عندما لا تأتي هذه الأموال بهذه الجمال عبرت المنسقة الأممية للشؤون الإنسانية ليزا جراندي عن الوضع الإنساني الصعب الذي يعيشه ملايين اليمنين وضع مهدد بالتفاقم أكثر في حال عدم إيفاء الدول المانحة بوعودها لتلبية احتياجات أكثر من 20 مليون شخص في البلاد يعتمدون على المساعدات الإنسانية تقول المنظمة الأممية أن الدول المانحة كانت قد وعدت بتوفير نحو ملياري وستمائة مليون دولار إلا أنها حتى الآن لم تحصل صوى على نصف المبلغ وهو ما يجبرها على وقف تقديم المساعدات للمحتاجين ويهدد نقص التمويل الكافي حسب مكتب الشؤون الإنسانية بإغلاق 22 برنامجا منقذا للأرواح مؤكدا أن نقص التمويل أدى إلى تعليق معظم حملات تحصين الأطفال في شهر مايو مكتب الشؤون الإنسانية أشار إلى أن نقص التمويل سيؤدي إلى تخفيض كميات الحصص الغذائية لأكثر من 12 مليون شخص كما سيتم قطع الخدمات عما لا يقل عن مليونين ونصف مليون طفل يعانون من سوء التغذية من جانبها طالبت الحكومة المانحين بالالتزام بتعهداتهم التمويلية لخطة الاستجابة الإنسانية لمواجهة الكوارث التي تسببت بها ميليشي الحوثي داعية في الوقت ذاتها المانحين والمنظمات الدولية إلى إجراء تصحيح شاملا لآلية العمل الإغاثي في اليمن ويرى الكثير أن تفاقم الوضع الإنساني في اليمن والتنصر المانحين من الالتزام بتعهداتهم يضع الشرعية والتحارف أمام مسؤولة إيجاد حل لتدهور الوضع الإنساني وهو أمر يبدو بعيدا في ظل استمرار الحرب التي لا تعرقل عمليات الاستجابة الإنسانية فقط بل وتضاعف من أعداد الأشخاص الذين يدخلون قوائمها كل يوم ترجمة نانسي قنقر